هل عانيت يوماً من عقدة الذنب؟ وهل أحسست أن الله لا يمكن أن يغفر لك؟ وهل توهمت يوماً أن ذنبك عظيم لدرجة أنك ستدخل النار؟ اليوم أخي الحبيب سأحدثك عن تجربتي كيف تخلصت من عقدة الذنب بهذه الآيات وهذه الأحاديث النبوية الشريفة حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً الحقيقة أخي الحبيب كثير من الناس يرتكب المعاصي كل يوم ولكن أحياناً قد يرتكب الإنسان معصية وهذا تأتيني أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع بالذات معصية كبيرة جداً يظن أن الله لا يغفرها له يظن أنه هلك يظن أن الدنيا أصبحت سوداء في نظري الحقيقة هذا ما يوهمك الشيطان إياه يجب أن تعلم أخي الحبيب حقيقة يقينية تستيقن فيها وإذا لم تستيقن فيجب أن تراجع إيمانك أن ذنوبك لو بلغت عنانا السماء ولو كانت كأمثال الجبال ولو كانت مثل زبد البحر ولو كانت ذنوبك ملأت الدنيا ثق تماماً إذا جئت هذا الإله العظيم لا تشرك به شيئاً غفرها الله لك ولا يبالي في جزء من ثانية طبعاً نحن سنتعرف على الدلائل من القرآن ومن كلام النبي وخطورة خطورة أن تظن أن الله لا يغفر لك وهناك أيضاً موضوع آخر طيب كيف أعلم أو كيف علمت أن الله قد غفر لي انظر أخي الحبيب الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ورحمتي واسعت كل شيء طيب اليوم نحن نعلم أن أبعد نجم مكتشف عننا حتى الآن بحدود 13 مليار سنة ضوئية والسنة الضوئية هي ما يقطعه الضوء خلال سنة الضوء يسير بسرعة 300 ألف كيلومتر تقريباً في الثانية تخيل كل ثانية يعني تيك قطع الضوء 300 ألف كيلومتر تقريباً وصل القمر الثانية أخرى 300 ألف كيلومتر تخيل خلال سنة كم يقطع أحسب طيب خلال 13 مليار سنة يعني 13 ألف مليون سنة كم يقطع هذا أبعد نجم حالياً مكتشف طيب بالله عليكم عندما أنا أسمع هذه الآية التي تخشى لها القلوب ورحمتي وسعت كل شيء يعني رحمة الله وسعت الكون كله ألا تسع ذنوب عبد ضعيف أذنب ذنباً ثم قال يا رب أغفر لي بالله عليكم فإذن أخي الحبيب مهما كان ذنبك ومهما كانت مشكلتك ومهما أذنبت ثق تماماً أن الله قادر أن يغفر الذنب سبحانه وتعالى طيب لماذا أنا شخصياً كنت أعاني أحياناً من بعض الذنوب وأقول لا يغفرها الله ولكن عندما تعمقت وتدبرت في القرآن وقرأت القرآن كاملاً حقيقة اكتشفت شيء بسيط جداً ولكن يخفى على معظم الناس أن الشيطان له تأثير قوي على حياتنا وموجود معنا والقرآن حذرنا منه ولكن لا ننتبه له يعني الله عز وجل حذرنا من الشيطان فقال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان وقال أيضاً إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الهم الأكبر للشيطان أن يأخذ معه أكبر عدد ممكن من الناس إلى جهنم فأحد أساليب الشيطان أنه يغويك ويزين لك المعصية وبعد أن ترتكب هذه المعصية يقول لك يوسوس لك هذه معصية كبيرة الله لن يغفرها لك إذن لا مشكلة اعمل المزيد من المعاصية رأيت أخي الحبيب هدف الشيطان أن يوقعك في معاصي أخرى لأنك إذا استيقنت أن الله غفر لك ستستحي من الملك سبحانه وتعالى يعني أنا إذا شخص قدم لي خدمة أنا أستحي أن أغضبه طيب كيف برب كريم خلقني ورزقني وعافاني وأعطاني القوة والصحة والرزق هذا الإله العظيم أكرمني بالمغفرة على الرغم من أنني أسأت في حق الله وأذنبت في حق الله وأخطأت في حق الله غفر لي أنا أستحي أن أعود لهذا الذنب الشيطان يريد أن يمنعك من التوبة يريد أن يخوفك من الرجوع إلى الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه طيب هنا أنا قرأت آية عظيمة وأود أن تحفظها أخي الحبيب هناك آيات في القرآن أنا دائما أقول هي منهاج حياة لا ينفع أن تقرأها وتمشي يجب أن تحفظها وتتذكرها كلما دعتك نفسك للمعصية أو كلما عصيت الله ولو معصية بسيطة تذكر هذه الأية الله تعالى يقول وينادي على عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يعني إياك أن يصيبك القليل من اليأث وهو القنوط لا تقنطوا من رحمة الله طيب لماذا يا رب ينبغي أن لا أقنط من رحمتك يقول سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا على الأقل أحفظ هذه الكلمات إن الله يغفر الذنوب جميعا خمس كلمات سهلة جدا يعني كررها عاشر مرات ستحفظها إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم طيب بالله عليكم إله طيب مثال شخص أعطاك مبلغا من المال وهو بشر مثله ولم تستطع استداد هذا المبلغ فقال لك أنا سامحتك بهذا المبلغ ولا أريده طيب تشك وتقول له أنت لم تغفر لي لم تسامحني إذا كان ملك الملوك عز وجل يقول لك إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يقول لك غفرت لك الذنوب كاملا طيب ألا تثق بكلام الله يعني تثق بكلام بشر ولا تثق بكلام الله فهنا بعض الناس يظن أن الله لا يغفر له أو لا يغفر لغيره فهذا الظن سيء بالله والله تعالى يقول اجتنبوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم أمرك أن تجتنب الكثير قد يكون هناك القليل بعض الظن إثم فاجتنب كل الظن اجتنبوا كثيرا من الظن طيب إذا كان أمرني الله أن أجتنب الظن في الناس الظن السيء في الناس طيب أظن ظنا سيئا بالله أنه لا يغفر لي يعني هذا الأمر أخي الحبيب لا أجد له تفسيرا إلا أن الشيطان هو من يقف وراء هذه الوسوسة ويمنعك من التوبة هناك حديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لأخيه لا يغفر الله لك وأنا هذا تحذير من النبي لنا إياك أخي الحبيب أن تظن أن الله لا يغفر لفلان أن تسيء الظن بفلان رأيت منه ذنبا عظيما النبي حدثنا عن رجل كهذا قال قال هذا الرجل لأخيه لا يغفر الله لك فقيل له بل لك لا يغفر بل لك لا يغفر يعني تصور أنك عندما تظن بإنسان قد يكون سيئا قد يكون إنسان حتى لو كان منافق أحسن الظن بجميع الناس ترتاح أسلم أمام الله فإذا ظننت أن الله لا يغفر لهذا الإنسان هذا المذنب يخشى أن يقال لك بل لك لا يغفر فتهلك بذنوبك وتهلك بظنك السيء لذلك نحن أمرنا أن نحسن الظن بالناس جميعا والحساب على الله سبحانه وتعالى وهذا أريح يمنحك الحياة الطيبة الآمنة المستقرة عندما تحسن الظن بجميع الناس فحاديث كثيرة أيها الأحبة تؤكد أن الإنسان الذي يظن أن الله لا يغفر له بالفعل لا يغفر الله له وإنسان عنده الذنوب كأمثال الجبال ويظن أن الله يغفرها فيغفرها له ونحن لدينا حديث قدس صحيح ورد عن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي يعني كما يظن أنا كذلك تظن أن الله يغفر فهو يغفر تظن أن الله لا يغفر هو لن يغفر لك تظن أن الله قادر أن يرزقك من حيث لا تحتسب بالفعل يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب هذه الآيات أيها الأحبة حقيقة أخذت مني وقتا لأستيقن بها لأن القضية ليست سهلة على الإنسان أن يستيقن القراءة سهلة الاستماع سهل أنت قد ترى إنسان استمع للآية الكريمة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب استمع لها مئات مرات ولكن سلوكه العمل في الواقع تجده فاقد الثقة بالله يلهث دائما وراء الدنيا ووراء الأسباب ويحمل هم الرزق ويخشى أن ينقص رزقه ويخشى ويخشى من فلان وفلان فإذن هو لم يفهم الآية لم يستيقن بها هو يسمعها وعرف معناها ولكن أنا أريدك أن تصل لمرحلة اليقين أن تصل لمرحلة اليقين بالله عز وجل فالله سبحانه وتعالى عندما يقول لك إنه هو الغفار وإني هذا كلام الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى غفار يعني كثير المغفرة صيغة مبالغة مثل أنت تقول عن شخص مثلا والله المثال على قاتل قد يقتل مرة أما قتال كثير القتل فالله عز وجل وصف نفسه بأنه غفار يعني كثير المغفرة وتواب كثير يتوب كثيرا على الناس على من يستغفره لذلك أخي الحبيب الحقيقة هذه الآيات كيف نستيقن بها يعني أنا كنت دائما مثل هذه الآيات أكتبها وأعلقها أمامي أضعها على الطاولة على مكان بحيث أنني كل وهذا قديما طبعا كل مثلا لحظة أنتبه وأتأمل فيها قد أقف هكذا الساعة هذه اللوحة مكتوبة أمامي ورقة مثلا ورقة أكتب عليها وأضعها أمامي وأقف أحيانا ساعة أو أجلس وأتأمل إن الله يغفر الدنوب جميعا أتأمل هذه وأكررها وأرسخها في دماغي وفي قلبي فإذن يكفي أن تكتب هذه الآية وتحفظها أن تكتبها وتحفظها قل يا عبادي هذه في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أكتب هذه الآية أكتب هذه الآية احفظها علقها أمامك كل يوم تأمل فيها النظر إلى كلام الله عبادة على فكرة ليس مجرد القراءة عبادة الاستماع عبادة أيضا النظر عندما تنظر في القرآن أو في آية قرآنية هذه عبادة لأن فيها نوع من التدبر والخشوع والتأمل والتفكر الآية الثانية أكتب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذه لعلاج عقدة الذنب والوسوسة أكتبها وحبذ لو تكررها قبل النوم وبمجرد أن تستيقظ في الصباح وتدعو الأدعية والأذكار المعروفة ابدأ بقراءة هذه الآيات طبعا أنا لو أردت أن أعطيكم آيات كثيرة جدا في القرآن القرآن كله رحمة ورحمتي وسعت كل شيء يعني آيات المغفرة والرحمة يكفي أن نعلم أن اسم الرحيم كاسم لله تعالى ورد 114 مرة في القرآن بعدد سوء القرآن معدد البسملات طبعا واسم الرحيم ورد مرة كصفة في حق النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفه الرحيم فإذا أخي الحبيب آيات الرحمة كثيرة إن الله غفور رحيم وكان الله غفور رحيم ويتوب الله على من يشاء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم يعني آيات كثيرة بالمئات فأنا اخترت لك هذه الآية لتدرك رحمة الله من خلالها وآية أخرى لكي تحذر الشيطان الذي هو يخوفك من المستقبل يخوفك من الذنب يخوفك من جهنم جهنم لا تخيف المؤمن المؤمن لأنه يرى بنور الله لأن المؤمن يأنس بالله لأن المؤمن يثق بالله يثق أن الله وعده بالجنة وسيحقق وعده سبحانه وتعالى وبالتالي المؤمن يطمع برحمة الله ويتقي نار جهنم يعني يتقي هذه النار يخشى ذنوبه ولكنه لا يخشى أن يظلمه الله مثلا لا وما ربك بظلام للعبيد لذلك أخي الحبيب آيتين سأكررهما مرة أخيرة وأختم بهما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آية الثانية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق نسأل الله عز وجل شكرا